هذا موضوع العزم السياسي أو موضوع تحسين الثورة أو موضوع الفصل الخمستاش اللي هو يمنع المسؤولين من العهد السابق يمنحهم من المشاركة في الانتخابات القادمة هم منعوا في الانتخابات الماضية هل يتواصل المنع وإلا يرفع هذا هو موضوع النقاش الان حركة النهضة رات بأن حركة النهضة حريصة على تحسين الثورة وحريصة على استبعاد كل من أجرم في حق الشعب استبعاده من المشاركة السياسية ولكن ترى أن العملية هذه اللي يقوم بها هو الشعب الشعب اللي يعمل للثورة هذه سارة على الناس هدومة الشعب هو اللي مخول باش يلفظهم أنا شخصيا كنت نتمنى باش حزب الدستور ميت من عشر ليش؟ أنا 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 معاه يزي ما أعمل فينا ولكن ولكن هذا كل شيء صحيح وليبقى هو وعي الناس إذا كان تم وعي الشعب اللي يعمل للثورة هذه إذا كان هو والله ما زال عنده حنين عنده حنين للحزب الدستوري مبروك عليه مبروك عليه وإذا الشعب نحن معتقدين تمام الاعتقاد أن الشعب يلفظ هؤلاء ويعتبر اللي تساتر القدوم هذو ما عملوا ما عملوا خلي الشعب يحسن فيهم ليش نحن نكون ووصيها على الشعب نحن عنا في تاريخ الإسلام عنا حادث عظيم يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة الناس اللي خرجوه من مكة وتأمروا حتى على قتله وعذبوا أصحابه ماذا عمل فيهم؟ قالهم يذهبوا في أنتم طلقا منا حرار مشيوه ماذا عند منا أفراد معدودين استثناهم ولكن البقية قالهم مشيوه هذك هو اللي وصلنا الإسلام لهنا اللي وصلنا الإسلام من شمال أفريقيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العفو وحد الجزيرة العربية كلها وانطلقت الفتوح إلى العالم كله أما لو بدأ يقول الناس اللي خرجون الكل والمكة والقبائل اللي معاهم لازم كلهم نعاقبوهم رياه ريا هو الإسلام قاه ديكا واشتغل العرب بحرب أهلية في مبيناتهم ولذلك يا أخوة العقاب الجماعي هذا روميش سياسي. نجيه المرحلة كاملة. وهو نشوف توليبيا واحلة. واحلة في قانون سموه قانون العزل السياسي. اقرأوا اليوم في جريدة الضمير. اقرأوا استجواب متاع الشيخ علي الصلابي. قال نحن لا نوحلين في القانون هذا العزل السياسي لانه قبائل بي اللي كانت متعاونة مع القذافي شملها العزل السياسي. هذهم هم وين بش يرحلوه. وين بش يزوه. يعملوا مجازر يعملوا محاكمات ميدانية. ما انا امتنا هذي اذا بشقة كل ما يجي حد ينتقم من اللي قبله. كلما دخلت امة لعنت اختها. ما اناش بش نخرجوا من المازق هذا. ما اناش بش نخرجوا منها. اذا هم عاكمونا توا الحزب الدستوري اقصانا نحن انها ضرب اي سنة اقصانا. ممكن نحن نقصيهم كل واحدة بواحدة. ولكن شي ولكن النهاية فيه ما شي. في النهاية ما اناها العباء القلوب تتعبى بالاحقات. والناس تتربص ببعضها الدوائر. واول ضربة فيك ما نهاية. ما ينحمش. ليه اخوانا الحضارات واخواتنا والامم والدول رأي تبنى بالتعاون وبالمحبة. ماش تبنى بالاحقاد والتنافر. لانه الحقد يحرق. نحن لنا في رسول الله سوى حسنة. اذهبوا فانتم التولقاء. اذا الشعب حب يرجعكم مرجو. نحن مع تقديم بانه الشعب مش مش يرجعهم. انا كنت انتوقع انه لو تخلح بالدستور لانتخابات الماضية ما ياخدش ولا خمسة بالمية. حبيت قدام العالم يكون لي تفضح بعد ما كان ياخذ تسعة وتسعين بالمية وقول ما هاو. هاو هاو شعجب. المهم انه ماذا ماش تزوير. لانه كان ينجح بالتزوير. الآن اعادنا السلطة للشعب. ولا لا. الثورة اعادت السلطة للشعب. اذا ما نخافوش من الشعب. ناس كوا في الشعب. عنكم ديقة في الشعب وقوم انا ما عنكم. عنكم. اذا انا شخيفين. نعم. تم اعلاء ما تمامان. انا ما عنكمش ديقة في الشعب اذا. انتم كون الشعبين شراء. يا اخي ابن علي ما كانش عنده فلوس بيش يشريكم. ما كان عنده فلوس. شبيه ما شبيه قابة الثورة ما. شما انا قيم الثورة ما. انا ها. الشعب ما ما يتشراش. الانتخابات لولا تدفع لانه انتخابات بعد ثورة تدفع لانه مش عب التونس لا يشترا. لا يشترا. يزم ثيقوا في شعبكم. هما مؤثرات يا شيخ. يزم ما في شعب. نعم. يا اخي الاعلام بن علي ما كانش عنده. كان عنده الاعلام ولا ما كانتش. سيطر علي. وما لكي مش عملتوه كلمظاهرة متاع اتناش فيبري. اتناش جامعي اللي عملتوها هيكا. مش كون طلحها ليه. وينه الاعلام بتاع بن علي? فينه? كن مش هسعتها الاعلام بتاع بن علي. فهو الفلوس بتاعه. ولكن نحنا نقول جملة الشعب في العموم شعب في خير. والخير هو الغالب. ولذلك نصبر على معدنا شوية. نصبر على معدنا. ونازقوا في الشعب. وما نستعجلوش. وما نمشوش ما نستسعجوش الانتقام. اذا واحد اعمل جريمة. اذا واحد اعمل جريمة مش معناها. اذا اعمل جريمة يحالوا على. يحالوا على القضاء. والمحق والاااا. والاااا. والعدال الانتقالية جاية. لك العدال الانتقالية تحسب الناس فردا. فردا ما تحسبوه مش. مع بعضهم. بالحزب. ما تحسب مش العلم الدستوري. وانه ما تحسب. افراد. اللي كالك مالك تمشي تشكي به. واللي جلد ظهرك التشكوي الى اخره. لكن ماذا ماش حكم على الناس بالجملة. او هذا اللي حصل في مصر الان. خمسمائة ومعنى وتسعة وشرين. مع بعضهم حكم من عندهم. هذا هذا حكم لا مستقبل له. الناس اللي حكموا بهذا. معنى ذلك عصابهم فالتة. معنى ذلك اللي اصابت ملوثا من جنود. خايفين مرعوبين. لا مستقبل له.